تقع جامعة الراية في قلب مدينة سوكابومي بإندونيسيا وهي مؤسسة تعليمية جامعية متخصصة في تدريس العلوم الشرعية واللغة العربية الآن حان وقت الدراسة هيا بنا إلى الفصل هيا بنا هل دخل المؤلم الفصل؟ نعم المؤلم في الداخل هيا بنا بسرعة هيا بنا السلام عليكم السلام عليكم السلام استعان بسلسلة العربية بين يديك المعتمد تدريسها منذ عام 2006 أكثر من مئتي معلم من الفريق التعليمي واستفاد منها آلاف الطلاب تفضل أحدكم يقرأ الفقرة الأولى ومن شروط الصلاة أيضا طهارة المكان الذي نصلي فيه وتهارة الملابس التي نرتديها مناهج ثرية تصنع الطالب المتقن والمعلم المتمكن الذي يحسن العربية علما وتعليما استفدنا من هذا الكتاب منذ أن فتحنا مجال للدراسة في هذا المكان إلى يومنا هذا الكتاب مؤلف حسب أحداث طرق تدريس اللغة العربية من قبل الخبراء والمتخصصين لهذه اللغة وأيضا وجود دليل كتاب خاص للمعلم فالكتاب الأول ندرسه في شهرين وكذلك الكتاب الثاني يتضمن مجلدين كذلك حيث إننا نعلم الطلاب المجلد الأول المجلد الأول لمدة شهر وكذلك الثاني وهكذا الثالث والرابع الثافة المسكن الذي نأوي إليه أي المسكن الذي نذهب إليه ونمكثو فيه فوزي فيما عرفته أن طهارة يواجب لسحة أداء الإبادة أستأذنكم لأن أسأله كيف نحسن معاملة مع والدي ولكن نحن بعيد عن الوالدي أعم أحسن قبل ذلك أظن أن اللغة العربية صعبة ولكن بعد أن درست فإنها سهلة رائعة جدا وتفيدنا كثيرا ومناسبة لدارس اللغة العربية في عصرنا الحاضر من مميزات هذا الكتاب نحن كمعلمين تساعد كثيرا في الحوار والكلام مع الطلاب وأن الكتاب كذلك يشمل الإجابات على التدريبات الواردة في كتاب الطالب وأن الكتاب أيضا يحتوي على التوجيهات للمعلم كيف يدير الصف وهذا الكتاب من أشد مميزاته أنه يحرص كثيرا على أن الطالب يتعاون أو يتواصل مع الأستاذ بتواصل حسن وبلغة عربية فصيحة وواضحة خاصة في مهارات التعلم الأربع الكتابة والقراءة والسماع والكلام هذه المهارات التي نريدها لا يمكن أن نحصل عليها بدون وجود المعلم المتمكن فلذلك يسعى الكتاب إلى توفير كتاب للمعلم حيث أن المعلم يستطيع أن يرجع حينما يحتاج إلى معرفة طريقة التدريس لهذه المهارات التي نريدها وهذا الكتاب يتناول عن طريقة التدريس الحديثة للمعلم هذا الكتاب يوفر للطلبة التدريبات وكذلك الاختبارات لكل وحدة من الوحدات تساعد الطلاب على مراجعة ما درسها خلال فترتها الدراسية العربية للجميع نرسم الفصحى على كل الشفاء